كنت بحفظها وخزنها بالطريقة العادية لحد بقى معرفت الطريقة دي وانسيت اي طريقة تانية حضرت بيها صلصة الطماطم قبل كده هقولك ازاي تحضريها كده ويطلع لونها احمر من غير ما نحط لها بنجر ولا فلفل ولا الوان صنوعية تابع معايا الفيديو بس ما تنسوش تقولولي من اي مكان بتتبعوني بتساعدني جدا بتعلقتكم وما تنسوش اصطالع عن النبي في الكومنتات عشان اخذ سواب انا وانتو جبت كمية الطماطم بتاعتي وما يشترطش خالص هنا ان الطماطم بتاعتنا تكون نشفة يعني لو طماطم طرية ما فيش اي مشكلة المهم تكون الطماطم بتاعتنا حمرة يعني ان نقل طماطمية الحمرة حتى لو كانت طرية بعد كده هاخصل الطماطم بتاعتي كويس جدا اكتر من مرة واول مرة هتطلع شوية تخلي كده صغيرين وبعد كده خلاص اتأكدت بقى ان الطماطم بتاعتي تغسل كويس هبتدي بقى ان انا نشفها كويس من كل المايا اللي فيها واجيب بقى السكينة كده وابتدي ان انا اشيل الجزء اللي فوق وحط الطماطم زي ما انت شايفة كده بالظبط ولو لسه مكملة معايا الفيديو ما تنسوش بقى تقولولي التسجيل الصوتي افضل ولا العرض الصامت مستنية بقى تعلاقاتكم بتساعدني جدا خلاص كده خلصت كل كمية الطماطم بتاعتي زي ما انت شايفة بالطريقة دي هاخب بقى الصنية دي كلها كده ودخلها الفريزر لمدة ساعة واحدة او ساعتين يعني ولو مش مستعجلة وعندك وقت ممكن تخليها في الفريزر من قبلها بيوم وكمان لو مش عايزة تحطي الصنية دي وخايفة ان هي تاخد مكان ممكن تحطي كل الطماطم جوا كيس بلاستيك كده لونه فاتح او شنطة وتدخليهم الفريزر مفيش اي مشكلة ولان الجو ساعة بقى الطماطم يضوبك قعدت ساعة ونصف الفريزر وتلجت وده بقى شكلها رجعتها تاني بقى جوا طبق كبير وحطت لها شوي بمية سخنة بتغلي زي ما انت شايفة كده يعني عملت للطماطم بتاعتي صدمة زي ما بيقولوا المهم بقى الاشرة بتاعتي هتتشال معاك بمنتهى سهولة شايفين بمنتهى سهولة ده انا كمان عشان لابسك جوا انت مش عارفة اقشر الطماطم انا عايزة اقولك انا اقشرت كل الكمية اللي انا كنت عاملها مفيش فدقتين كنت اقشرتها كلها وما هضرتش منها اي حاجة زي ما انت شايفة كده هجيب حلة كبيرة وحط الطماطم بتاعتي جواها بالشكل ده واخد الحلة دي زي ما هي كده بدون اضافة ولا نقطة مية اروح ارفعها النار لمدة عشر دقيق او ربع ساعة طبعا على حسب كمية الطماطم اللي احنا حطنا انا كنت هنا حط حوالي خمسة كيلو من الطماطم فيدوبك قاعدوا معايا عشر دقيق على نار متوسطة طبعا اول خمس دقيق بنكون مهديني النار والخمس دقيق تانين بنعلي النار عليها على طول ده بيكون بقى شكلها بعد كده هجيب الهاند بلندر واخفقها كويس جدا لو ما عندناش هاند بلندر بنستنى الطماطم دي تهدى شوية ونبتدي ان احنا نحطها جوا الخلاط ونخفقها كويس جدا طبعا في المرحلة دي احنا ما بنصفيش الطماطم بتاعتنا ولا حاجة عشان احنا شلنا القشر بتاعها طبعا ممكن لو حابة تصفيها عشان في كمية بزر بسيطة يعني براحتك خالص ولكن انا بحس ان هما ملهمش لازمة يعني مش هيقصروا في حاجة ضفت معلقتين من الملح وحطيت كمان معلقة من السكر معلقة من البابريكا وده بقى اللي بيدي اللون الحلوة كده هقلبهم مع بعض كويس جدا وارجع تاني ارفعهم على النار هسيبها على النار بقى لحد ما تتسبب كويس جدا وكل السوال اللي فيها تتبخر وبعد كده هسيبها بقى لما تبرد تماما وبعد كده بقى هتعبيها جوه علب او اكياس اللي انت حباها انا استخدمت هنا علب صغيرة كده تنفع على قد الطبخة وطبعا هغطيها واشيلها في الفريزر زي ما قلتلك وكمان حطيت شوية جوه اكياس وطبعا عشان نحط بقى في الاكياس لازم نبططها كده ونفردها على سنكر فيع وبعد كده بقى ان احنا نجيب اي طبق عندنا كده او اي صانية نحط عليها الاكياس دي عشان لما اندخلها الفريزر طبعا في الاول بتكون طرية كده فلو حطناها هتتبهدل مننا فلازم نحطها جوه طبق كده واندخلها الفريزر واول ما تتماسك بنشيل الطبق عادي ونحطهم بقى في اي وضع مفيش اي مشكلة مش تاخب معانا مكان تقدري بقى تخزيني وتحفظي كمية جبيرة بالطريقة دي تكفيكي طول السنة لو عجبك الفيديو كان مفيد ما تنسوش تدعمونا بلايك وكمان تكتبونا كلمة حلوة كده كلامكم جميل ده بصراحة بيسعد قلبي وبقى مبسوطة جدا من تعليقاتكم